مؤشر الأسهم الرئيسي يغلق على مكاسب بـ 54 نقطة شركة أكوا باور تصدر سندات دولية بقيمة 814 مليون دولار أهلا بكم في أخباراً اقتصادية مفصلة السلام عليكم بمشاركة أكثر من 3000 شخص من 36 دولة عقيد في العاصمة الماليزية كوالا لنبور مؤتمر النفط والغاز في عامه التاسع عشر وشارك في المؤتمر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح نتابع التفاصيل في التقرير التالي تحت شعار الواقع الجديد لمنظور جديد أقيم المؤتمر السنوي للنفط والغاز في نسخته التاسعة عشر وبرعاية من رئيس الوزراء الماليزي وبحضور اللافت من وزراء الطاقة والنفط في الدول الآسيوية وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من 36 دولة ممثلين من شركات النفط والغاز العالمية يهدف المؤتمر لمناقشة أهم التحديات في قطاع النفط والغاز لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة وتسخير الإمكانيات والتقنية الحديثة لخفض التكاليف ومناقشة خفض انبعاثات الكربون نجتمع اليوم في ظل تقلبات عصيبة في العالم لا سيما في قطاع النفط والغاز واللا بهو عصب الاقتصاد العالمي والذي يشهد تطورات وواقع جديد كليا نشهد اليوم ثورة في استخراج النفط بطريقة التكسير الصخرية ليس فقط في أمريكا الشمالية بل في أنحاء العالم المملكة العربية السعودية التي وجهت بوصلتها الاقتصادية إلى المنطقة الأسيوية فهناك عقود بمليارات الدولارات في مجال النفط والغاز ومشتقاته وذلك ضمن خطة لتوزيع استثماراتها في الجنوب الأسيوي في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع رؤيتها المستقبلية إن رؤية 2030 تعترف بأهمية التعاون الدولي لتحقيق هذه التطلعات وتحويلها لنتائج يوجد في المملكة فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الاستراتيجيين حول العالم أنا واثق أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات والمنظمات في منطقة الأسيان وفي كل أنحاء آسيا مثلما فعل الصندوق الاستثماري السيادي في ماليزيا الذي يعمل وبكل فخ بشكل جاد ومنظم في استثماراته في المملكة مختصون أكدوا أن السوق العالمي سيعيد توازنه رغم وفرة المعروض وأن الطلب المتزايد في الجنوب الأسيوي سيزداد في العقود القادمة وأن دول الأسيان ما زالت بحاجة للنفط والغاز لفترة طويلة لكنها تسعى في البحث عن طاقة بديلة بالوسائل الممكنة آمال متعلقة بالطاقة البديلة بعد النفط والغاز لكن مراقبين يرون أنها في بدايتها وأن العالم لن يرى طاقة متجددة إلا بخفض تكاليف تشغيلها والخروج من عباءة الدعم الحكومي للإخبارية محمد غروي كوالي لنبور أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم تداولاته على مكاسب بـ 54 نقطة عند مستوى 61919 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري وثمانمائة مليون ريال وسجلت أسهم 107 شركات ارتفاعا في القيمة كان في مقدمتها سلامة ونماء الكيمويات وجرير فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع كان من بينها الصقر للتأمين والاتحاد التجاري كما أنهى مؤشر السوق الموازية نمو جلسة اليوم منخفضا بـ 17% عند مستوى 4370 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ريال أعلنت شركة أكوا باور عن تسعير سندات بقيمة 814 مليون دولار بمدة استحقاق 22 سنة وتصدر هذه السندات شركة أكوا باور ون ليميتد والمملكة بالكامل لشركة أكوا باور في مركز دبي المالي العالمي وسيدرج السند الذي سيصدر بالدولار الأمريكي في سوق الصرف العالمي في البورصة الإيرلندية وستتم حماية السندات من خلال التدفقات النقدية والسندات المالية الأخرى من ثمانية محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه التي توجد داخل المملكة وفي حديث للإخبارية أوضح محمد أبنيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بأن هذا المشروع سيكون موجها إلى استثمارات الشركة في المملكة سندات العالمية التي طرحناها الحمد لله وكتتب فيها الأسبوع الماضي 814 مليون دولار كنا حاطين الطرح الأولي 600 ولكن اللهم لك الحمد يعني صار عندنا طلبات أكثر ثلاثة ضعاف من الطرح اللي احنا طرحناه 600 وعشان كذا حاولنا نرضي العدد الأكبر من بعض المساهمين لزيادة الطرح من 600 إلى 814 مليون دولار والاستثمار هذا إن شاء الله بإذن الله سيكون موجه إلى مشاريعنا في المملكة العربية السعودية القادمة كشف المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم عن وجود تواصل بين الوزارة وأصحاب الأراضي البيضاء بشأن المشاركة مع شركات للتطوير العقاري بغرض تطوير أراضيهم وأشار إلى أن الوزارة تستكمل حاليا فرز الأراضي المسجلة في النظام وأنها لم تصدر أي فواتير جديدة فيما يتعلق بالأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة خلاف الفواتير السابقة حددت شركة ثالكم للخدمات المالية المستشار المالي ومدير الطرح الأولي لشركة ثوب الأصيل في السوق الموازية نمو حددت النطاق السعرية للاكتتاب بين 75 و 95 ريال للسهم وكانت شركة ثوب الأصيل قد بدأت بعملية الاكتتاب العام في 20% من أسهمها تمثل ثلاثة ملايين سهم يوم الأحد الماضي ويستمر حتى الثامن عشر من مايو 2017 أطلقت وزارة الصحة مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 تمهيدا لرؤية التنمية الشاملة للمملكة 2030 والتي تشمل 40 مبادرة صحية يأتي برنامج التحول في قطاع الصحة لإيجاد القيمة الإيجابية المضافة في مجال الصحة والتي ستقوم بدورها بتحسين نتائج المخرجات الصحية والحصول على خدمات أفضل في مجال الصحة إلى جانب تقديم وتوفير خدمات طبية متكاملة لرفع المعايير الدولية فيما يخص الشأن الطبي والصحي تعتزم بورصة لندن تغيير نظام حوكمة الشركات التي تدرج في سوقها المالي من خلال تعديلات في الهيكلة سعيا منها في الحصول على بعض من الطرح الأولي لشركة النفط السعودية أرامكو تتنافس البرصات العالمية الكبرى على الفوز بحصة من الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ حيث من المنتظر أن تدرج أرامكو أسهمها في السوق السعودية وفي سوق واحد على الأقل من أسواق الأسهم الضخمة في أنحاء العالم أعتقد أن هذا سيجلب معه فرصا جديدة خاصة بالنسبة لبرصة لندن فطرح الشركة لأسهمها سيرفع من قيمتها المالية وسوف يساعدها على إيجاد أفكار جديدة واتخاذ مبادرات عدة لتزيد من مداخلها في الأسواق المتنوعة والمتحركة وبالتالي الحصول على التمويل والمستثمر المناسب وهي بالتأكيد فرصة كبيرة للعموم عندما تقوم بهذا الطرح للتداول وبحسب المصادر المطلعة لوكالة الأنباء العالمية فإن بورصة لندن تعكف على إعداد هيكل جديد للإدراج لتزيد من جاذبيتها لشركة النفط السعودية في بورصة لندن هناك قواعد لحوكمة الشركات هذه تقول بأن 25% من أسهم الشركة المدرجة يجب أن تكون حرة للتداول ثانيا أن قيمة طرح رامكو هو 5% من أصل الشركة كلها وهذا لا يسمح للمساهمين الأقلية بأن يكون لهم صلاحيات في اختيار المدراء وهذا يشكل عائق لكن لندن تفكر في أن يكون هناك تعديل على هيكل هذه القواعد حظوظ بورصة لندن في احتواء جزء من أسهم أرامكو السعودية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليوني دولار يراها المختصون في القطاع المالي أنها كبيرة جدا لكونها تدير ثلثي المحافظ المالية في أوروبا وتحظى بعلاقات تجارية قوية مع الرياض كذلك حرصها في تسهيل الإجراءات لخلق بيات استثمارية أقوى بعد البريكزيت سعي حديث من البورصات العالمية لاستقطاب أسهم الشركة العملاقة السعودية أرامكو عبر تغيير بعض الأنظمة والنوائح لإدراج أسهم الشركة في قوائم أسواقها الأولى بدر العازمي الإخبارية لندن وقبل الختام هذا تذكير بهم العناوين مؤشر الأسهم الرئيسي يغلق على مكاسب بأربعة وخمسين نقطة شركة أكوا باور تصدر سندات دولية بقيمة ثمانمائة وأربعة عشر مليون دولار شكرا لطيب المتابعة في أمان الله شكرا لطيب المتابعة في القناة